أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع اثنان كفاية يأتي ضمن تدخلات الرئيسية التي تتخذها من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن المشروع يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والتي تدفع الأسر إلى كثرة الإنكاب وأضافت القباج أن المشروع يستهدف ما يقرب من مليون سيدة في عشر محافظات وهي المحافظات الأكثر فقرا